قبل أن نبدأ بالدراسة نسأل أسئلة خمسة لماذا ندرس التوحيد؟ من يقول لي لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد لا يدخل الجنة إلا موحد ممكن يسألك أي إنسان يسألك يقول هل أنت موحد؟ ماذا تقول؟ تقول نعم أنا موحد يقول لك ما هذا التوحيد؟ بيّنه لي إذا لم تبين التوحيد ولم تعرف التوحيد يقول أنت كاذب ثم قد يسألك يقول هل أنت مشرك؟ يقول لك ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا قلت أنا لا أدري ما هو الشرك؟ يقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري إذا أهم علم عندنا هو علم التوحيد نعم نعم